اشتركوا في القناة اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرد بعد عطب على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه واستنائف التزويد تدريجيا بداية من الغد عدد من المخابيز العشوائية ترفع في أسعار الخبز والغرفة الوطنية لأصحاب المخابيز تعتبر ذلك غير قانوني وتدعو إلى تكثيف الرقابة أهلا بكم أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مجلس وزراء خصص للتداول والمصادقة على عدد من المرسيم تتعلق بالمجالات الاقتصادية والتعاون المشترك أكد أنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون وشدد رئيس الدولة على ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق الشعب في كل المجالات محذرا من محاولة ضرب الدولة من الداخل خلال إشرافه على مجلس الوزراء قال رئيس الجمهورية إنما يحصل منطرف بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق مشددا على أنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون على حد تعبيره لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو أن يتبنى أراءنا لم نلزم أحدا بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه فوق القانون وفوق الدستور كما أكد رئيس الدولة قيس سعيد أنه قد تم توفير كل الضروريات للقياد بحركة النهضة نوردين لبحيري المضرب عن التعامة وليتذكر من خانتهم الذاكرة أن الذي يضرب على التعام اليوم تم الحكم عليه بعدم سماع الدعوة في سنة سبع وثمانين وهو الذي أمضى المثاق الوطني في نوفمبر من سنة ثمان وثمانين ولم يقع تتبعه إطلاقا ولا أريد أن أتحدث عن أموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد من الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه لا وجود لدولة القضاة بل هم قضاة الدولة على حد قوله هم قضاة الدولة وما أسمعه وما أقرأه وما أحتكره وأزدريه في نفس الوقت وأن يتحدث قاضا عن الانقلاب ما دخله في مسألة الانقلابات أو غير الانقلابات واجب التحفظ وواجب الحياد يقتضي أن يلازم السمت ويطبق القانون بكل أمانه وخلالها كلمته أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم النظر في مرسوم الصلح الجزائي في الأيام القليلة القادمة كل من أجرمه في حق الشعب التونسي في المجال البيئي في المجال الصحي في مجال التعليم في كل المجالات هم يحاولون ضرب الدولة من الداخل ويعتقدون أنهم الدولة الدولة لها مؤسسات ولها قوانين وفيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية شدد سعيد أن المبلغ الوحيد الذي تم إنفاقه لا يتجاوز خمسين دينارا وقلت للهيئة العليا الذي من المفترض أن تكون مستقلة لا أن تكون أداة لعدد من الأشخاص قلت لهم أن هذه الصفحات التي لا أستعملها أصلا لا تلزمني ولا أعلم من وراءها وقد تم خلال مجلس الوزراء المصدق بعد التدول على مشروع مرسومة رئاسية يتعلق بالمؤثقة على اتفاقية المقر بين تونس والجهاز العربي للاعتماد الموقع بتونس في التاسع من مارس الماضي إلى جانب سبعة مشاريع وميرار رئاسية تتعلق بمجالة اقتصادية وتعاون مشترك هذا وأثرت تسريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بخصوص القضاء والمجلس الأعلى للقضاء جدلا وأعادت للسطح فرضية تلبت في إصلاحات كبرى في ظرفية استثنائية مرة أخرى يوجه رئيس الجمهورية قيس سعيد اتهاماته خلال الشمع أمس بكل من رئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع الوطني والداخل يتهمات إلى جزء من القضاء بالتبعية إلى جاية سياسية حد وضع نص المجلس الأعلى للقضاء على المقاس وهذا قرأه البعض تلويحا بالموضي في إصلاحات جوهرية قد تمسوا باستقلالية سلطة القضاء في ظل التدابير الاستثنائية وفي بين عقب اجتماع جلسة العامة كان المجلس الأعلى للقضاء رفضه مراشعة أسلاح المنظوم القضائية بوسطة المراسيم في إطار هذه التدابير ونبه إلى خطورة تواصل عمليات التشبيه والضغط التي تطل القضاء كما حذر من تبعات زعسعة الثقة في القضاء وفي عموم القضاء ودع المجلس الأعلى للقضاء القضاء إلى ووصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤوليتهم في محاربة الفسد والإرهاب والبد في النزاعات في أجال معقولة كما أكد أن جمع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها تبقى أحكام دستوري والقانون الأساسي المتعلق بالمجلس بما في ذلك ممارسته السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه عميد المحامين إبراهيم بودربالة فدى ناريس الجمهورية صرح بوجود بطء في معالجة ملافات شائكة وتأثير في مصار القضايا وفي تعيينة بعض القضاء ما يجب تقييم أدنى المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد تمثلي كواحدة من الأسباب الحائلة دون قضاء ناجس وعادل وضف عميد المحامين أن القضاء يجب أن يكون في المستوى المسئولي المناطب عهدته من قبل المتقاضين القضاء هو ضمان الاستقلال القضاء هو مكسب هام وهم جدا لاستقلال القضاء لكن علينا أن نقيم أداء بصورة موضوعية وتقييم الأداء بصورة موضوعية لا بد أن يكون بصورة تشاركية من طرف وزارة العادل من طرف السادة القضاء من طرف المحامين باعتبارهم شركاء في قامة العادل بطرف مكونات الأسرة القضائية ككل وتحديد السورة النهائية التي من الممكن التوصل إليها لكي يكون عمل المجلس الأعلى للقضاء منسجماً مع الأهداف التي أسس من أجلها وهو السهر على حسن سير القضاء والسهر على المؤسسة القضائية وثيرت في الأوينة الأخيرة أمكانية مراجعة المنظومة القضائية ككل في تونس ومن الحقوق المخولة لعضل مجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم تحيي مدينة وتالى من ولاية القسرين ذكر يوم الشهيد تخليداً لشهداء ثورة 11 و 2000 غسان شنيتي ومحمد عمري وآخرين ممن دفعوا حياتهم في سبيل الحرية والكرامة وتأتي هذه الذكرى في وقت تتواصل فيه المطالبة بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في قتل شهداء الوطن بين الماضي والحاضر ملحمة تروي تفاصيلها الزقة تالى وأنهجها تدونها جدران المنازل والأسطح تاريخ سنوات عجاف على ثورة الكرامة تاريخ إليه تعيدنا هذه الصور والمقالات ومقاطع الفيديو هذه الشواهد التي يجمعها أخ الشهيد منذ سنوات هذا نهار ثمانية جامفي معها خمسة من رفاقوا لكلهم في أعمار ظهور وليديات صغار معناها خارجوا وطلبوا بالحرية وبالتغيير وكما عاشنا الناس في كل ثورة 2011 واستشهد في الليلة هذه الليلة المنجموش ننسوها ومننجموش نتجاوزوها أيام من جامفي من سنة 11 و2000 بكل تفاصيلها وحقائقها وشعاراتها وأحداثها أيام لا يريد حلمي أن تطمس وأن يتغافل عنها التاريخ فخلدها بمعرضنا أقامه منذ سنواتنا برقلنا بمنزله حتى لا ينسى ولا تنسى وصية الشهيد وحدش نسناه من بعض الثورة نحن قبلنا كون عطينا الدم للتونس وعطينا الدم للتونس لعزيزة فمتو تبقى ديما الوطن هذي عزيزة ونفدوه بالروح وبالدم كما معناها في النشيد وما هوش قول هو قول وفعل تيلة التي انتفذت في مثل هذه الأيام منذ 11 سنة وشهدت مسيراتنا مناهضة للظلم والضيمة وفرد عليها الحصارة تمكنت من كسر حاجز الصمت وما زالت ماضية قدما بحسب حلم أجنيتية تقاومها لأجل أهلها إلى حين أن يتحقق المراد ويتغير واقع البلاد أولا المحاسب والتون ورفعين شعار لنعرفوا كيف نقتلنا هذا المساج معناها الرئيس الدولة وثاني حاجة نحن أولادنا معناها برمير مو وماتوا من أجل الجهة بكي نحكم منطق الجهوي نحن نلتون معناها كمدينة تالة شيء ما تغير فيه 11 سنة على ذكرى استشهاد ستة من شباب تالة بالرصاص الحية إضافة لسقوط 15 شهيدا بالقسرين سنوات مرت وما زال دمع عين أمهات ثكالة ينهمر سنوات مرت وكم الأمس ترفع ذات المطالب اليوم تصحيح المسار والمحاسبة وحق الجسرين وتالة في التنمية والعدالة الاجتماعية وفي شان الصحي وفي آخر المستجدات الوضع الوبئي في تونس يتخذ عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا منحا تصعوديا فقد سجلت وزارة الصحابي تاريخ الرابع من الشهر الحالي ثلاث وفيات جديدة بالفيروس وما يفوق الـ 2300 إصابة فيما أحصت الوزارة تعافي 315 شخصا في مؤشر على دقة الوضع الوبئي في تونس تفيد المعطيات الرسمية بارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية إلى 17.26% وذلك بعد تسجيل 2300 وحالتين إيجابية من جملة 13.335 تحليلا أنجزة بتاريخ أمس الأول وأمام المنحة التصعودي للوضع الوبئي في العديد من مناطق البلد عقدت وزارة الصحة مساء أمس جلسة دورية عن بعد خصصات لمتابعة الوضع الوبئي في جهات الجمهورية خاصة بولاية مدنين في ذل تصدر الولاية المرتبة الأولى وطنيا في مختلف مؤشرات الوضع الوبئي من حيث نسبة إيجابية التحاليل والإصابات اليومية وعدد الحالات الاستشفائية والوفيات وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين زايد العنز الذي أكد أن الوضع الوبئي في الولاية يستوجب تقييما دقيقا لمدى تطبيق البروتوكول الصحي بالفضاءات وعلى المستوى الشخصي وكذلك فيما يتعلق بالمراقبة بالمعابر وخاصة منها معبر راسج جير الحدودي أمام تسجيل حالات وافدة يوميا وكيفية التكفل بها في الأثناء تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بنسق متفاوت حيث تم بالأمس وفق بلاغ لوزارة الصحة تطعيم حوالي 18 ألف شخص ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح منذ انطلاق الحملة خلال شهر مارس الماضي إلى ما يزيد عن 6 ملايين ظهور حالات جديدة بمتحور أوميكرون في ولاية سوسا استوجب اجتماعا أعجلا للإدارة الجهوية للصحة لتدارس الوضع الوبئي الدقيق وسط مخاوفة من انتشار سريع للمتحور ودعوات بضرورة الالتزام بإتمام التلقيح لمن لم يتم بعد تطعيمهم ارتفاع في نسب التحاليل الإيجابية بفيروس كورونا في ولاية سوسا والمدير الجهوي للصحة محمد المزوني الغذباني يؤكد إصابة أكثر من 6 حالات بمتحور أوميكرون مشددا على ضرورة مواصلة الالتزام بوسائل الوقاية سجلنا ارتفاع في عدد الحالات ارتفاع ملحوظ واللي بالنسبة مع التود انسيدانس اللي كان نزل في الأشهر الفارتة واللي انخفضه وكان أقل من 10 لـ 100 ألف سيكن توا الغالب معلتها 12 شوية ولا أكثر من 60 لـ 100 ألف سيكن كيف كيف لاحظنا التود ارتفع شوية كان في حدود 3.5% توا ارتفاع وتجاوز 10% سجلنا عدد حالات تجاوزت 5.6 بالنسبة للأوميكرون لكن احنا متأكدين العدد هذائي معناتها أكثر بالنسبة موجود في البابيلاسيون أكثر من هذا الحالات التي نشوفها توا ما هيش حالات اختيرة برشا ما هيش حالات اختيرة برشا لكن هذا ما يمنعش أنه معناتها دعوة للمواطنين باش يلتزموا بالتباعد الجسدي بغسل الأيدي باش يجنبوا الاقتصادات الكبيرة باش يستعملوا الكمامات وسرتوا وسرتوا الناس اللي ملاقحتش باش تواصل التلقيحة متاحا أهل الاقتصاص من القطاع الصحي في ولاية سوسا اجتمعوا لتحديد الأولويات ومدى جاهزية المستشفيات في صورة تطور الوضع الوبائي ومع تهم حضرين الواحنا صحيح اللي البرسونال بتاعنا تعب شوي لكن إن شاء الله الموجة هذه متكونش قوية برشا حضرين زادا كيف دعمنا البرسونال مع تهم نشكر الوزارة اللي بالنسبة للمتعاقدين تم تجديد العقود هذه بتاع مدد ثلاثة شهور وإن شاء الله معناتها الموجة هذه متكونش مصحوبة بحالات خطيرة مؤشر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وعدد المقيمين يشير إلى موجة خامسة يؤمل أن تكون أضرارها أقل وطأ إذا ملتزم الجميع بالبروتوكول الصحي وأتم التلقيه وفي العالم أفادت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بـ 71% خلال الأسبوع الماضي نسبة اعتبرت المنظمة أنها ترقى إلى تسونامي مع انتشار متحور أومي كورونا الجديد في أنحاء العالم وحذر مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في منطقة أوروبا من أن الارتفاع الحاد للمتحور الجديد يمكن أن يزيد من خطر ظهور متحور آخر أكثر خطورة زيادة في سعر الخبز تم إقرارها بصفة فردية من قبل أصحاب عدد من المخابز ما أثار حفيظة المواطنين الذين تفاجأوا بهذه الزيادة وتسألوا ما إذا كانت قانونية ودور فرق المراقبة الاقتصادية أمام مثل هذه التجاوزات هي التسعيرة الجديدة التي اعتمدتها عدد من المخابز بزيادة أضحى بمقتضاها سعر الخبز باقات بـ 250 مليمان بدل 190 مليمان التسعيرة القانونية البعض تفاجأ بهذه الزيادة الغير قانونية فوجد نفسه مجبرا على اشتراء قوت يومه وعائلته فيما ظل آخرون يبحثون عن مخبزة تبيع بالسعر القانوني فهي زيادة اعتمدتها ما يقارب 800 مخبزة عشوائية بكامل جهات الجمهورية رفقها تقليص في ميزان الخبزة بقرابة 70 غراما فقيت اليوم كسب سنواخذة 250 خلافا عادة ما دي ما جنشل من هنا بـ 200 سألته قال لي اخويا هذي كوشة سبيسيال اوكا عطار شفته اذا بيع في الباقات بـ 200 واذا بيع بـ 250 عليش انتي ما تفشيش يشتريها بـ 200 وما تخليها هذي تقعد له الباقات انتي اوطا وغضا يرجع يبيعها بـ 200 اما احنا بيدنا احنا نخلو فيه زيت رو مدام احنا قاعدين نشروا من عنده ما فوقش بش يزيت لا ما ناخذوش نقعد للشر وما ناخذوش ناخذ السميد ونعمل خبز للروحي ما نعمل ما نستعملش الباقات بـ 250 ما نقدرش عليه خطر عائلة اسمشي كفاهة 250 قديه في ازي ما ينشتري يا خماش خليهم للشر ما عندي مانعة لا نقعد لوج من كوش لكوش بش نلقو خبز بـ 200 فرنك ما نلقاش 200 فرنك ما نجريش شنية الخبز في شاهي خبزة عنده عائلة ستة سبعة من ناس همني ياخذها بـ 250 وباقات مش معنى طليان كما ممكن نقبل صغير هي كلها هناك أعطيديك باقات في الفطور وأعطيديك في العشاء أصحاب هذه المخابز العشوائية قالوا إن الزيادة جاءت لتلبي مصاريف الزيادة في سعر مادة الفرينة التي يستخدمونها كونتار زادوا عشين دا كنا ناخذها بـ 52 ألف وماناش مدعمين طوى صبعة اليوم بـ 72 دينار رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز أكد أن عددا من أصحاب المخابز العشوائية قاموا من تلقاء أنفسهم بإقرار زيادة بـ 60 ملي من في سعر الخبزة وهو أمر غير قانوني داعيا السلطات المعنية إلى تدعيم الرقابة وإيقاف هذه الممارسات الخبز اللي نخدم فيه أحنا فيه 222 جرام بسعر 190 ملي هم عملوا خبز فيه 150 جرام برك باقي ملقوا شرواحهم يلقوا بشجيم والذي زادوا في السوم سعر واحدهم زيادة غير قانونية بصفة فردية قال معها رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز إنه لا زيادة في سعر الخبز وإن تسعيرته 190 ملي من لا زيادة في السعر في السوم وراء نعطيك معلومة مشتحيل باش يقولوا واحد يقول خبسمائة وستمائة راء الخبز خط أحمر قرابة 900 ألف خبزات تلقى يوميا من قبل 3500 مخبزة في كامل جهات البلاد في وقت تعرف فيه أسعار هذه المادة الأساسية زيادة بصفة فردية من قبل بعض المخابز وهي المفارقة شهدت عديد المناطق بولاية بنزارتا اليوم اذترابا وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشرب بعد عطب مفاجأة على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه من محطة المعالجة بماطر ما عجل بتفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة من أجل معالجة وأصلاح هذا العطب جمل الانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب 13 معتمدية من ولاية بنزارت وذلك نتيجة عطب على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه من محطة ماطر والتي يبلغ قطرها مترا واحدا وخمسة وعشين سنتيمترا ولد تحوله إلى مكان العطب أكد ولي بنزارت سامير عبداللاوي استئناف التزويد بصفة عادية في أجل أقصى الليلة القادمة الليلة الفاصلة ما بين الأربعة والخميس ثلاثة ونصف بالعصباح الكندويت بتاع الماء على مستوى مدينة ماطر معانتها صار له كلاة موند كسر مشكورة معانتها كل أطراف اللي بداخلت باش الرجعوا معانتها غدوة ثلاثة متع لعشية جرون ماكس يبدل الماء معانتها الكندويت مسودي ويرجع الماء معانتها ويرجعون الماء معانتها الليلة الجاية بحول الليلة يبدل الماء تشهد عملية إصلاح العطب المتسببة في انقطاع التزوج بالمياه عن عدد من معتمديات وليتي بن زرت استنفار أعوان الحماية المدنية وفرق الصيانة التابعة للشيطة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نفرغ في الكندويت وممتعون عنا طوى إيكيب أخرى عرفنا شنية مش نعملوا كيفاش مش كنت نتم العملية الإصلاح عنا إيكيب أخرى طوى في المحطة تحضر في البياس إنو فوق كمنا البياس إن شاء الله ونبدأوا في عملية الحام وإرجاع الحالة اللي كانت عليها كمية الماء هذي كنحاولو أحنا باش نباشي خرجوها منحاولو نتخلوها في الزراعات الكبرى تعرفوا كمية الماء الكبيرة اللي موجودة كانت أبقى على الزراعات هذه نجم نضر المراعب تالعبات والزراعات الكبرى دونك حللنا منافذة بتعماء باش نمشي في الكندويت نجم نشوفوهم في اللي موجود ورانا باش الماء وبسبب انقطاع المياه أعلنت المندوبية الجهوية للتربية ببنزرت في بلاغا لها أن الدروس ستتعطل يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الحالي بكافة المؤسسات التعليمية الواقعة في المناطق التي شهدت انقطاعا في الماء الصالح للشرب مع دام اعتمدية ماطر التي تتواصل بها الدروس بصفة عادية وفي الولاية نفسها بنزرت المواطنون يشكون اختناقا مروريا على مستوى الجسر المتحرك إذ يقر مستعمل والعربات بتعطل مصالحهم جراء الازدحام مطالبين الصلاة المعنية بإيجاد الحلول اللازمة في وقت أفاد خلاله وليب بنزرت بأنه سيتم الأعلن عن طلب العروض لإنشاء جسر جديد في أقرب الأجال امرأة تليد فوق الجسر المتحرك ببنزرت خبر تداولته أغلب المواقع التونسية بعد أن اضطرت وحدات الحماية المدنية بجرزونة إلى توليد امرأة على مستوى الجسر إثر تعذر إيصالها في الوقت المناسب إلى المستشفى وذلك بسبب الاختناق المروري الذي بات يمثل معاناة يومية حسب عدد من مستعملية العربات ولدت المرأة هنا أنا معها حتى جاءت الحماية أنا اللي معها أجيبها من العالية من دهل السبتار يقيمان هنا خلص ربضوحها لنهي ولده هم يعني نقضوا الأمر الحماية جرت لنبوتياج نحن نتعبين وأنا نتعبين وأنا نتعبين وفات وبابزوز صغار كان حدينا نص ساعة في كورسة ونص ساعة في كورسة أخرى في المبوتياج سعر في نهار نصل نصور ساعة 18 نال ساعة 17 نال معاناة كبيرة المواطنة عائلة المواطنة عائلة ومتعبين برشة برشة الآن الضمتين لكن مالجين ما نعمل وذلك ما نعمل من أجل وحط المزوط الثاني نصرفه فيها أكثر من الملوعة أكثر من كل شيء بالنسبة للبوتياج والسركة والمشاكل فيها والإضطرار وكل شيء فيها نعاني في مقاس مقاس كبيرة كبيرة وأمام اكتظاظ مروري أصبح يعتبر كابوسا لمتسكني مدينة بن زرد كزورها قال والي بن زرد أن الحل الوحيد الذي من شأنه أن ينهي هذا الإشكال هو إنشاء جسر جديد وهو مشروع سيتم قريبا الأعلان عن طلب العروض الخاص به 95% من المشاكل العقارية تفضلت مقانحة شيء جهزة العروض باش تتفتح في شهر هضايا عدنا ثلاثة أمثلة الزوز طرقات والبون في مارس نورمال مون اللي زوفر يتحل وبالنسبة للطرقات إن شاء الله من هنا في شهر هضايا نعرف شركات المشيخ ويبدأ بداية انطلاق الأشغال وضع حد لأزمة الضغط المروري على مستوى الجسر المتحرك ببنزرت أصبح مطلبا ملحا في مدينة تتوفر بها كل المرافق الحياتية ما يجعلها قبلة آلف الزوار يوميا نظم ممثلون قابة الإداريين والتقنين والإنتاج والإخراج بالتلفزات التونسية ندوة صحفية طلبوا خلالها بضرورة الإصلاح الإداري والمالي لمؤسسة التلفزات التونسية كمرفق عمومي لاستعادة ثقة المشاهد في هذا المرفق وفي حال عدم الاستجابة إلى هذه المطالب أكد أعضاء النقابة أنه سيتم اللجوء إلى إذراب عام يوم الثالث عشر من جنف الجاري على حد قولهم للأسف اليوم ما زالوا شهرين أو أكثر شوي على شهر رمضان ما فهم إنتاج وضحفا ما حاجات جاهزة كل عادة وحاضرة أولاد المؤسسة قاعدين الناس تتهمهم أنه ما يحبوا شي يخدموه ومش صحيح نحن كل يوم نجي ونعاركوا على الموضوع هذا يقولوا ليس راح نحب ونخدموه للأسف ما فهم حتى رؤية إصلاحية تعينات مسقطة على مدى عشر سنوات نفس اللي قاعدين نشوفه فيه يومياً كل حزب يحاولي سيطر على المؤسسة هذية وأحنا اللي قاعدين ندفعه في الثمن ما طالبنا نحن رأوا إصلاح المرفق العمومي عنا مشروعه متع نظام أساسي قدمناه لا حياته لمن تنادي بعثناها أكثر من مراسلة قلنا صلحوا المرفق العام رأوا ثم برشة إخلالات إدارية وإجراءات وترتيبات وذوم المفروض أنت تقوم بيهم في إطار الإصلاح مثلا ما حتى تشاهي في تلفزة التونسية هذية رأوا بشيزيدي عكر رأوا المواطن التونسي في الأخر مش بشي حاسب المسؤول رأوا بشي حاسبنا نحن كأعوان أبارامو بعض الأطراف الموجودة في رئيس الجمهورية وفي رئيس الحكومة قاعدة تدخل في تسير المرفق العام العمومي سمع البصري يا حاشتين عندكم مشروع إصلاحي مرحبية ونحن كنقابات موجودين في استلفزة رأنا قمدين يدينا لإصلاحها إذا أخوية تحبوا تبركوها وتكملوا مشروع متعالفين وحدش متعبيعانة وتفوت فيها قولونا دوليا وفي العاصمة السودانية الخرطوم تستمر مسيرات المتظاهرين المطالبين بعودة الحكم المدني وإبعاد الجيش عن الحياة السياسية وسط إجراءات أمنية مشددة وقد ذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وأغلقت معظم الجسور الرابطة بين الخرطوم ومدينتي بحر وأمدرم كما قطعت سلطات الأنترنت وأفرضت توقن أمنيا على العاصمة في الأثناء بدأت الكواليس والتذج بالأسماء المرشحة لخلافة رئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي السودان للإسرائي بتشكيل الحكومة وسد الفراغ في شأن الليبي وفيما تتواصل المباحثات الليبية الأممية في ترابلوس لدعم مساعي إنجاز الانتخابات باعتبارها مطلبا شعبيا والطريق الأوحد لتحقيق السلم والاستقرار في ليبيا أعلنت فرنسا مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب لشرق ليبيا عقب لقائيا عددا من ممثلي تنسيقية الأحزاب والتكتولة الليبية في العاصمة ترابلوس جددت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز التأكيد على أن الأمم المتحدة ستقف إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته بعملية انتخابية تنهي الفترة الانتقالية التي طالت مدتها وطالبت ويليامز بعدم الاتفاف على إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا للانتخابات التي ستكون طريقا في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الليبيين يرونها في أن انتخابات هي خطوة في الاتجاه الصحيح وهي ركيزة أساسية لخروج بالبلاد إلى بار الأمان والمضي بها قدما إلى مستقبل أفضل يعني تنتهي الأزمة هذه وأن الليبيين يديروا انتخابات بتاعتهم بسرعة بيش ترد الحياة طبيعتها كيفما كانت من قبل وأحسن من انتخابات وقتها ويكون الرجل المناسب في المكان المناسب ويلتفت للمواطنين والشوارع والكهرباء وكل الأزمات والسيولة والمرتبة تنزل في وقتها وهذه مشكلة يعني نعانو منها في ليبيا وهي حق من حقوق المواطنين على سعيد إقليمي شكل الملف الليبي يسيما الأزمة السياسية والأمنية محور لقاء الرئيس المصري عبد الفتح السيسي برئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد ديبي حيث اتفق في لقائهما بالقاهرة على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد ويأتي هذا اللقاء في وقت ذكرت فيه الخارجية الفرنسية أن 300 من المرتزقة غادروا ليبيا في إطار خطة انسحاب مرحلي لألاف من القوات الأجنبية مشيدة بهذه الخطوة التي كانت ضمنت في اتفاقي جناف وباريس ما تزال الفوضى تعم كازاخستان جراء تواصل الاحتجاجات غير المسبوقة التي رفقتها عمل شغب وعنف ذهب ضحيتها العشرات من المحتجين بين قتيل وجريح على يد قوات الأمن في الأثناء تم اعتقال نحو ألفين شخص في كبرى مدن البلاد ومن جانبها قالت وزارة الداخلية في كازاخستان أن 18 من أفراد قوات الأمن لقوا حتفهم حتى الآن في اشباكات مع المحتجين وفي ظل تسرع التطورات التي شملت أعلن حالة الطوارئ بالبلاد وتعطل الرحلات الجوية كليا أعلنت موسكو إرسال أول كتيبة من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان في أخبار الرياضة أعلنت الجامعة التونسية لكورات القدم عشرية اليوم صابت اللعب حنب على المجبري بفيروس كورونا ما يعني تخلفه عن رحلة نصور قرطاج نحو الكاميرون لإخوذ كأس أمم أفريقيا التي تنطلق بعد غد السبت لتتوصل إلى غاية السادس من فيفر المقبل وسيقضع وحنب على المجبري للعزل الصحي على أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الكاميرون مباشرة بعد شفائه في المقابل تمثل المهاجم سيف الدين الجزير للشفاء من فيروس كورونا وسيكون حاضرا ضمن بعثة المنتخب الوطني التي ستسافر إلى الكاميرون وفي مسابقة كأس ربيطة محترفي كرة المذرب تأهلت روسيا للدول نصف النهائي إثر تغلبها على إيطاليا بمجموع فوزين مقابل فوز واحد في دور المجموعات ويعود الفضل في بلوغ روسيا دور نصف النهائي إلى انتصال دانيال مدفيدا في مسابقة الفردية على ماتيو بريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة روسيا ستلاقي في الدور نصف النهائي الفائز في المباراة التي ستجمع كندا ببريتانيا بهذا وصلنا إلى ختم من أشرتنا مشاهدين الكرام وهذا تذكير بعنوينها المصادقة على سبعة أوامر رياسية ذات سبعة اقتصادية خلال مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يؤكد أنه لا يوجد أي شخص أو تنظيم فوق القانون اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من مناطق ولاية بنزرت بعد عضبا على مستوى قناة الجلب الرئيسية للمياه واستئنف التزويد تدريجيا بداية من الغد عدد من المخابز العشوائية ترفع في أسعار الخبز والغرفة الوطنية لأصحاب المخابز تعتبر ذلك غير قانوني وتدعو إلى تكثيف الرقابة ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزات التونسية شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة